جذب تطبيق ثريتز المنافسة الجديد لتويتر الذي تم اطلاقه مؤخرا اكثر من 30 مليون مستخدم في غضون يوم من اطلاقه من قبل شركة بيتا ويشار الى ان المنصة الجديدة التي تشبه الى حد الكبير شكل تطبيق تويتر متصلة بمنصة انستجرام التي تتخطى ملياري حساب بما يوفر عليه تحدي البدء من الصفر وتتوفر لمنصة في اكثر من 100 الدولة ولكن ليست داخل التحالي الوربي ومن الواضح ان متى تستغل تخبط تويتر في ظل ادارة مالكه الجديد لاطلاق هذا المنتج المنافسة والذي تأمل ان يصبح قناة التواصل المفضلة للمشاهير والشركات وكذلك السياسيين